برضو من الأسماء اللي كان عليها انتقادات كثيرة لفترة الماضية طهر محمد طهر طهر عمل مبرامة عقولة جداً النهارد رايح دلتك طهر يعني عاوز أقول مش طهر لوحده الرباع اللي قدام عمل مبرات كويسة النهارد طهر يعني طهر لعيب كويس وعنده قدرات المفوط تستغل بطريقة أكتئة يعني أفضل من كده عاوز أرجع لحتة الفرود اللي احنا ما كاملناش المرة يعني قبل الفاصل بقول لما بتقول اللعيبة تتوهج أو تخفض يعني صح بقولت حتى لما موزيماني تعاقد مع بيرستاو نفس موصفات محمد شريف وتعاقد مع واحد تاني بقدرات مختلفة اللي هو حسام حاسم صحيح أنا كمدرب ما اشتغلتش على قدرات حسام حاسم بمعنى ايه بحظة ما بشوف الفرق كلها اللي بلعيبها مش كلها نفس الموصفات اللي يتناسب معها فرود عنده سرعات محمد شريف أو بيرستاو تمام كده طيب أنا جبت لعب بقدرات مختلفة أكيد فيه مبارات وفيه فرق ينفع معها الشخصية دي صحيح شخصية المهاجم القوي صحيح المهاجم اللي يبقى لعب بدماغه بشكل كويس صحيح مهاجم المحطة صحيح فأنا الطبيعي إن أنا فيه موطشات هحتاجه فلازم أحضر له حتى طريقة اللعب لما ألاعب حسام في موطشات أنا شايف إن الفرقة اللي قدامي اللي أنا بلعبها محتاجة فرود بالقدرات دي لازم أحضر طريقة اللعب عندي البكين لازم فيه تعليمات هجومية عشان يعملوا كرسات لازم فيه بصات بينية من نص الملعب علشان الرجل يستلم ويطلع الناس من تحت ده أعتقد ده ما بيحصلش مع حسام حسن ده دي بس الجزء اللي كنت عاوز يعني أعلى عليه نقطة فيه منطقة الأهمية عايز كمان أتكلم معاك فيه نقطة قالها النهارده بيتسو موسيماني وهي الملعب المحايد اللي ستضيف النهارده النهارده أشار بيتسو موسيماني النهارده بعد المباراة عن أو طالب الكاف إنه المباراة النهائية تبقى في ملعب محايد رايحة راكي عشان طبعا كان فيه كلام كتير من المباراة تكون في المغرب أعتقد أن بعد تأهل الوداد والأهلي يعني بنسبة 99% صعب المباراة تقام في المغرب خاصة إن الملعب لسه ما تحددش لحد الوقت صح يعني يمكن لو الملعب محدد مسبقا أقولك أوكي ماشي وغزبا عننا صح لما أنت الملعب ما تحددش أنا وقت حتى مثل إن المباراة النهائية في دورة أبطال أوروبا السنية هتقام في باريس بس ده ما أعلن قبل البطولة لو باريس تانجي ما كان صعد خلاص حقه بقى هيلعب لما لعبه خلاص ده نصيبه إنما أنت جايد الوقت تصير الموضوع وخلاص الفرقتين شبه تحدده اللي في النهائي صحيح لا ينفع في القاهرة صح عشان يكون محايدين ولا ينفع في المغرب في المغرب يعني الطبيعي لو هي مباراة لازم تكون في أرض محايدة أنا طيب عظيم جدا عايز أرجع معك لنقطة حسام حسن وحسام حسن كان معي خبر النهاردة إنه بيطلب إنه يخرج عارة من النادي الألي حاس إنه يبقى عنده فرصة مع بيت سمو سماني أنت مع قرار زي ده ولا شاف إنه قرار يبقى غير موفق لحسام حسن لا معاه مليون في الماء معاه مليون في الماء أولا حسام قبل ما يجي النادي الأهلي هداف في منتخب مصر باستمرار كان عنده طلعات أكبر من كده بانضمامه للنادي الأهلي ولكن واضح إن الإدارة في النادي الأهلي غير مقتنعة بقدرات حسام حسن أو مش شغالة على المنهج ده من الشيف ده من اللعيبة يعني هو ممكن يكون في المرحلة دي مش عاوز الكراكتر ده من الفرد خلاص حقك أنت كمدير فني ومسؤول عن الفرد أنا كمدير فنانا اللي اخترته يعني برضو أنا أفهم ده ما أنا معرفش بقى لو برسك حتة الاختيار يعني لو أنت حراك مصر جيت لوقتي مدير فناني للنادي الأهلي وجيت قلت اللعيب الفلاني والفلان الفناني اللي مش عاجبيني هيبقى حقك ومنشتة اللي مختارهم فأنا مش عاجبيني لكن لما أنا أختار لاعب وأقول مش عاجبني أنا هناك أقدار أتصرف إزاي خلاص المنطق الطبيعي أنه المدرب هو اللي اختار بغض النظر عن الكواريس بقى هل لجنة فنانية اللي اخترته بس الطبيعي هيكون أولا فيه أعدام على المدرب أنت اخترت حسام حسن بالقدرات دي بناء على إيه صحية طيب دلوقتي حسام ما بيلعبش وانت اللي اخترته ما بيلعبش ليه هيقول عشان واحد اتنين ثلاثة طيب الراجل لو عاوز يمشي هل المدير فناني هيوافه أو لا؟ أعتقد هيوافه هيوافه أنه يمشي أعتقد هيوافه حسام حسن يمشي أعتقد والمصلحة حسام أنه يمشي أمك يسوني أنا بقولك يعني حسام كان هداف متخب مصر قبل نادل أهل نادل أهلي كان ترجب بالنسباله عشان يعمل له نقلة تانية صح ده ما حصلش طيب حسام حسن لو قعد كده كمان سنة تانية أسهم هو تنزل جدا جدا هو محتاج يلعب لأنه فيروب كيس ومحتاج شاف شاف بصورة أكتر وبعدين حسام ما عاش في نادل أهلي كتير يعني ما عاش في نادل أهلي من تحت وقعد ولعب وقعد لا حسام جي نادل أهلي ولسه ما لعبش حد دلوقت فمش فرق معاه مش فرق معاه ودلوقت وجوده في نادل أهلي هو محتاج يلعب كشخصية حسام محتاج يكون موجود في الملع صحية طيب ميكي سوني ميكي سوني بصو كان من اختيارات بيتصوم سيمانيا طبعا يعني لعب قدراته بعيدة جدا عن نادل أهلي صعب جدا مثل ماهو برضو ما تشافش يعني ما تشافش في أرض الملعب كتير يعني نفس كلام حضرتك على حسام حسن أنه ما لعبش كتير أو ما لدمش استدامه كتير وبالتالي تقييمه دلوقتي هو ما تشافش ولكن موجود مع أنا ليه حسام حسن عملت فوكس عليه لأنه عنده قدرات مختلفة عن اللعيبة اللي موجودة حواليه ميكي سوني قدراته زي اللعيبة اللي حواليه زي حسين وزي طاهر وزي بيرسيتاو زي نفس الكدرات فهو محطوط في مقارنة مع اللعيبة كتير أكيد هو أقل واحد فيهم أكيد هو أقل واحد فيهم طيب